اليوم ان شاء الله سوف نحضر أسرع صفة بالروز ممكن ان تشاهدها جيدة بزاف و تتحضر بسرعة تبعوا معي الطريقة و كيف ديما ما تنسونيش من لايكاتكم و ترجعتكم و نضموا الحساب بعنوال حدقة باش مقابوا دائما توصلوا بجديد الوصفات و الشهيوات اللي كنشاركها معكم و نبدأوا على بركتي الله اول حاجة بديت بها خديت المشماش و الزبيب ضفت لهم جوج مع القكبار ديال السكار مع علقة صغيرة ديال الزبدة شوية ديال مزهر و شوية ديال مو كنحطوهم كيتسلقو و كيتعسلو في نفس الوقت من بعد خديت جوج ديال زليف ديال روز غلاسي اللي كيكون لون دياله صفر ماشي الروز البيض اللي كنطيبوه بالحليب و من بعد غدي نشللوه مزيان مزيان كتشلوه ثلاثة اربعا ديال مرات حتى كيتحيد منه دا كنشارك يكون فيه بيض سافي من بعد كندوز كناخد الكوكو ديالي او تنجرس الضغط درت فيها جوج مع القكبار ديال الزيت مع القاكبير ديال الزبدة شوية ديال ملحة كنضيف واحد العويد ديال القرفة و كنضيف هاداك الروز اللي غسلت كنحاول اني ننقله شوية فهاديك الزويته مع الزبدة و من بعد كندوز باش كنضيف الماء كل قياس واحد ديال الروز كتضيف ليه جوج قياسات ديال الماء يعني لادرت وزلافة وحدة ديال الروز كتديرو معها جوز لايف ديال الماء سوف نضيف 4 كاس اخر المزهر تقدروا تعودوه بكيس السكر سوف نسد الكوكوت بصفارة نجهد عليها النار سوف نقص النار 20 دقيقة من بعد 20 دقيقة سوف نرى كيف يجي يجي حبه ويجي رائع بزاف يجي شارب هذا الماداق ديال القرفة وديال الزهر سوف نضيف معلقة صغيرة ونضيف معلقة ونصف كبارين ديال السكر تقدروا تستغناء على هاد المرحلة كيفما تعودوا السكر بالعسل ولكن بالطبق ونضيف معلقة صفة ونضيف معلقة جيدة ثم نضيف معلقة سفة تقدم النار المزهر ونضيف معلقة صفة ونضيف في الوز لانكم نضيف معلقة فيها الطبق من مستعمل في اختيار من بعد نضيف المشماش اللي عسلته مع الزبيب قرقا اللوز مهرمش محمار اللوز مقلي اللي كان متوفر عندكم ممكن انكم تزينوه غير بالقرفاء وسكر غلاصي يعني بالطريقة العادية اللي مولفين كان ديرو اسفة كافي سوف نستمر حتى نسالي الزين طبق ديالي وغادي نوريكم الشكل ديالي وما شاء الله كيفش كي يجي كي يجي رائع بزاف الروز كي يجي حبه حبه وكي يجي شارب هذيك البنه ديال القرفة ديال الزبدة ديال المزهر يعني فعلا يستحق تجربة وكتوجد بسرعة 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 ما تنساو نشمال لايكاتكم وتشجيعتكم وايضا ما تنساوش نضموا الحساب بعنوال الحدقة باش بقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وشهيوات اللي كنشاركها معاكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله